لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما بعد قال الشخصية السابق رحمه الله بكتاب الجنايات في حق الحياة أن الله عز وجل جعل حق الحياة مصونا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم بريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وتكلمنا مرة السابقة عن النفس التي حرم الله وقلنا أنها نفس المسلم المعصوم إلا بإحدى ثلاث ونفس الكافر المعاهد بأي نوع من العهود الأربعة الهدنة المؤقتة والعهد المطلق والذمة الذي يدفع فيه الجزية وعقد الأمان وقلنا أن بعض أنواع الكفار أيضا منهي عن قتلهم كالنساء والصبيان والشيوخ الزمنة والذين لا رأي لهم في القتال والرهبان في الصوامع ومن يضر قتله المسلمين قال ويقول الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاقة نحن رزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا هذا أخص أعني قتل الأولاد الذي كان منتشرا في الجاهلية خصوصا في البنات وأحيانا في البنين خشية الفقر وفي البنات خشية العار نعوذ بالله من ذلك لما كان عليه المجتمع الجاهلي لما كان عليه الناس في الجاهلية من إغارة بعضهم على بعض وسبي نساء بعضهم وبنات بعضهم فكان يجتمع في البنت خوف الفقر وخوف العار ثم في الأولاد الذكور كان قتلهم خشية الإملاق أو من إملاق قال الله تعالى إن قتلهم كان خطأا كبيرا ويقول سبحانه وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت يكون هذا السؤال تبكيتا لقتلها قال الله سبحانه جعل عذاب من سن القتل الذي هو ابن آدم الأول عذابا لم يجعله لأحد من خلقه قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلمها إلا كان على ابن آدم ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل رواه البخاري الذي قتل أخاه والمشهور أنه اسمه قبيل كفل يعني نصيب من إثم القتل كفل من دم يعني نصيب من الإثم الذي حصل لمن سفك هذا الدم ومن حرص الإسلام على حماية النفوس أنه هدد من يستحلها بأشد العقوبة فيقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما اختر الشيخ في الكلام على هذه الآية أنه في الاستحلال من استحل قتل النفس فهو مخلد في النار استحل قتل المؤمن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم والآية إنما ذكرت من قتل ولم تذكر مستحلا ومن استحل المحرمات كفر ولو لم يقتل ومن استحل دم المسلم بلا حق كفر ولو لم يقتل فالصحيح أن الآية في من يقتل مؤمنا متعمدا من أجل إيمانه يقتله فهذا كفر وكذلك من يقتله وليس هناك من يمنعه من الخلود في النار كالموت على التوحيد فالآية في الكفار وأما من مات على التوحيد فقد قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قاتل المئة نفس أنه قبضته ملائكة الرحمة فالتوبة والموت على التوحيد مانع من الخلود في النار ولذلك يقال هذا جزاؤه إن جوزي به قال فبهذه الآية تقرر أن عقوبة القاتل في الآخرة العذاب الأليم والخلود المقيم في جهنم والغضب واللعنة والعذاب العظيم ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه لا توبة للقاتل مؤمن عندها لأنها آخر ما نزل ولم ينسخها شيء وإن كان الجمهور على خلافه ونحن نقول أن ابن عباس رضي الله عنه لما كثرت الفتن أراد أن يزجر الناس فأطلق هذا القول أنه لا توبة لقاتل المؤمن عندا والمقصود من ذلك لا توبة تعفيه من جميع الذنوب لأن قاتل المؤمن عمدا عليه ثلاثة حقوق حق لله عز وجل وهذا يسقط بالتوبة وحق لأولياء المقتول وهذا يسقط بأن يسلم لهم نفسه فإن شاء اختصوا وإن شاء قبلوا الديه وإن شاء عفوه ويبقى حق القتيل ولا بد فإنه هو الذي تألم أشد الألم لحظة القتل الظالم الذي فعله فهذا لا بد وأن يقف بين يداء الله يوم القيامة وأن يمسك برأسه وهو يشقب دمها فيقول للقاتل فيقول للرب عز وجل يا رب سل هذا فيما قتلني ولا يتركه هذا حق للمخلوق فهذا لن يسقط إلا بأن يرضي الله المقتول يوم القيامة من عنده إن أراد رحمة القاتل فلذلك لا توبة يجزم لصاحبها بعدم المساءلة بالكلية فهناك حق باق صلى الله عليه وعلا يقول ابن عباس وهذا في الحقيقة إذا من تأمله لا يمنع التوبة ولكن يبقى جزء منها إن صدق الله عز وجل أرض القتيل من عنده نسأل الله العافية ولذلك لا نرى خلافا حقيقيا وإنما لفظيا بين قول الجمهور بقبول توبة القاتل وبين قول ابن عباس قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق هذا الصحيح رواه ابن ماجه بسند حسن عن البراء ابن عزب وروا الترمذي بسند حسن عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهوا الله في النار يعني أسقطهم على وجوههم في النار نعوذ بالله صحاه الشيخ الألباني وروا البيهقي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعانى على دم مريء المسلم بشطر كلمة كتب بين عينيه يوم القيامة آيس من رحمة الله نعوذ بالله ضعفه الشيخ الألباني عن أبي هريرة قال سفيان هو أن يقول أق يعني أقتل فيقول نصف كلمة لو قال إيه أق وذلك أن القطم هدم لبناء أراده الله وسلب لحياة المجني عليه واعتداء على عصابته الذين يعتزون بولوده وينتفعون به ويحرمون بفقده لهم جاء الأول حاجة هدم لبناء أراده الله هذه حق الله ما استأذنش ربنا في أن يقتل هذا الشخص عوزه قروحة سلب لحياة المجني عليه وإعتداء وحق على حق المقتول وإعتداء على عصابته على قربته خاله ويستوي في التحريم قتل المسلم والذمي من كلمة الزمي دي يعني مقصود بها المعاهد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهداً لم يروح رائحة الجن معاهد دي تشمل بقى الزمي والإيه والمعاهد لمدة والمعاهد عهداً مطلقاً والمستأمن هي أصلها لغة الزمة عن العهد لكن استلاحاً الزمي هو الذي يعطي الجزية عن يد وهو صاغر فيأمن على نفسه وأهله وماله لكن الآخرين أيضاً المؤمنين والمعاهدين داخلين في التحريم قال وقاتل نفسه دخل أيضاً ففي قتل الزمي جاءت الأحاديث مصرحة بوجوب النار لمن قتله روى البخاري عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهداً لم يروح رائحة الجن لم يشم رائحة الجن وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً يعني قبل أن يصلها وإذا لم يجد رائحتها والمسافة بين ولود الرائحة وبينها أربعين سنة فلن يدخلها فذكر المعاهد من له عهد من المسلمين إنما بأمان من مسلم أو هدنة من حاكم عاخد جزية وكأن العهد المطلق أنه ليس موجوداً في كل المذاهب سقط منه ولكن عهد المطلق مثل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة وعهده مع يهود خيبر بعد فتحها وهل هذا يقتضي الخلود في النار وأنه لا يدخل الجنة أبداً نقول لا بل هذا من الكبائر التي إذا حرم صاحبها دخول الجنة مدة من الزمن حين يدخلها أهلها وحين يدخلها من لم يرتكب هذا الذنب فإنه إن مات على التوحيد يدخل الجنة يوماً من الدهر أصابه قبل هذا اليوم أصابه إذا يقول إن عدم وجدان رائحتها استلزم عدم دخولها وإن المراد بهذا النفي وإن كان عاماً التخصيص بزمان ما مش هدخلها في وقت معين وقت دخول أهلها مش هدخلها الأول واهلة لتعاضد الأدلة الفعلية أدلة العقلية والنقلية أن من مات مسلماً وكان من أهل الكبائر فهو محكوم بإسلامه غير مخلد في النار وما آله الجنة ولو عذب قبل ذلك صح الأدلة دي مش عقلية أدلة نقلية قال وَأَمَّا قَاتِلُوا نَفْسِهِ فَاللَّهُ عَزَّ وَعَزَّ 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 وَالْتَقُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَّ بِكُمْ رَحِيمًا وَقَالَ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ الهلاك والتهلوكة روى البخاري ومسلما أبي ريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترد من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يترد فيها خالدا مخلدا فيها أبدا زي أهل برم نفسهم باركون ومن تحس سم فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا الذي يشرب السم والذي يشرب الدخان المليء بالسمو ويؤدي إلى وفاته يخشى عليه أن يكون داخلا في هذا الحديث لأنه بالفعل تحس سما خلقطران والليكوتين وأو الأكسيد الكربون أربعة وثمانين مد سنة لكن أشهرها هذه أو الأكسيد الكربون ده اللي بالناس بتموت منه من اختلاق بالغاز فهذا موجود في استجائل وإن كان على مدى طويل قال ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها يعني يطعن يضرغ بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا نعوذ بالله حديدة يعني زي سكينة سيف رصاصة أي حاجة تخترق لها حد تخترق الجسم يبقى أن يقال هل هذا الأمر مخصص أيضا بمن مات مسلما نعم يخصصه من مات مسلما فإنه داخل في قول الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وخالدا مخلدا فيها أبدا هذا عام خصص منه المسلم فلم يدخل فيه أو خصد بخالدا مخلدا فيها أبدا ماكثا مكوثا طويلة فإنه أبدا مستعملة في لغة العرب للمدة الطويلة كما قال تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم وهم يتمنونه في النار وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار والذي يقتحم يقتحم في النار يقتحم يعني يرمي بنفسه أو يرمي نفسه في نار أو أخدود أو نحو ذلك نعوذ بالله ولا شك أن من كان مجنونا أو مريض مريضا مرضا نفسيا أزال عقله فهو ليس من المكلفين فلا يدخل تحت الوعيد ولكن لا بد أن يعظم خطر قتل النفس خصوصا أنه انتشر في هذا الزمان وأصبح تقليدا فالبعض لكي يجذب الانتباه على وسائل التواصل لأنه فاكر نفسه أن أهم حاجة بقى حديث الجرائد أو حديث السوشيال ميديا يشنق نفسه قدام الكاميرا وقال لصديقه أنا حنتحر خلال ربع ساعة والولا ملحقش يجيله والولا ما وصله كان مات ولا حول أولا أقوة والموضوع بتاع السم الغلة اللي انتشر انتشرا هائلا في الريف البنات اللي عندهم 12 سنة و13 سنة والصبيان واللي بيحبوا بعض واللي يخسر فريقه في الكورة والله حاجين شربين سم الغلة ده أو اللي متدائم من أنه أبوه اللمه بيزنق عليه في الخروج ولا بكل شوية يقوله زاكر ولا يقوله صلي يقولك ده خنقني يقوله ره جاي عايز يغزهم يروه جاي موت نفسه وللأسف يكونوا خلاص بلقوا فتكون مصيبة عظيمة نسأل الله العافية وللأسف ان في بعض الألعاب فيها ذلك وبعض الأطفال اللي بيصابوا بالإدمان على هذه الألعاب ربما فعل ذلك وعن جندب ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من قبلكم رجل به جرح فجزع استحملش بأداي فأخذ سكينا فحز بها يده أطع شرائين يده فما رقع الدم حتى ميت رقع يعني من قطعش حتى ميت قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه بادرني يعني عايز يسبقني قبل الأجل اللي ربنا وقد نقدره له حرمت عليه الجنة نعوذ ثبت في الحديث من قتل نفسه بشيء عذب به أو مرتي لأن في الحقيقة الروح مش انت اللي جبتها مش ملكك ولا الجسد يبقى بأي حق ان انت تزهق هذه الروح دون اذن من مالكها وكيف تفسد هذا الجسد ولم تستأذن من يملكه ومن أبلغ ما يتصور في التشنيع على القتلة بالإضافة إلى ما سبق أن الإسلام اعتبر القاتل لفرد من الأفراد كالقاتل الأفراد جميعا وهذا أبلغ ما يتصور من التشنيع على ارتكاب هذه الجريمة النكراء يقول سبحانه أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا من قتل نفسا بغير نفس قتلتها هذه النفس المقتولة فيكون قصاصا أو بغير فساد في الأرض فعلتها النفس المقتولة فيكون ذلك دفعا للفساد لمنع الحرابة القطاع الطرق الذين يفسدون في الأرض يقتلون النفوس يخذون الأموال ويخفون الطريق يقاتلون فإن قتلوا فهذه النفس التي قتلت بحق لأنها أفسدت في الأرض قال ولعظم أمر الدماء وشدة خطورتها كانت أول ما يقضى فيها بين الناس يوم القيامة كما رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ويقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ثم الأمر الصلاة هذا بين العبد وبين ربه وقد شرع الله سبحانه القصاص وإعدام القاتل انتقاما منه وزجرا لغيره وتطهيرا للمجتمع من الجرائم التي يضطرب فيها النظام العام ويختل معها الأمن فقال لكم في القصاص حياة يا أولي الألبابة لعلكم تتقون طبعا إعدام القاتل والقصاص بشرطه والشرط في ذلك أن يجتمع أولياء القتيل على القصاص أولياؤه أي ورثته فإذا ورد صغير من ورثة القتيل حبس القاتل حتى يبلغ ذلك الصغير فإن اختار القصاص اختص منه وإن عفى عفى الله عنه من قبل المال فإنه لا بد أن يؤديه لأولياء القتيل الشنق ليس عقوبة شرعية هذه من أسوأ القتلات الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وذلك بضرب السيف قال وهذه العقوبة مقرات في جميع الشراء الإلهية المتقدمة في الشريعة الموسوية جاء بالفصل الحادي والعشرين من سفر الخروج أن من ضرب إنسانا فمات فليقتل قتلها وإذا بغى رجل على آخر فقتله تيالا وإذا بغى رجل على آخر فقتله تيالا فمن قدام مذباحي تأخذه ليقتل ومن ضرب أباه وأمه يقتل قتلها وإن حصلت أذية فأعطي نفسا بنفس وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل وجرحا بجرح وردا برد الرد ضرب بالمثقل بالمثقل يعني حجر رد بيرأسه كسر بيرأسه وفي الشريعة المسيحية يرى البعض أن قتل القاتل لم يكن من مباديها من مباديها مستدلين على ذلك بما ورد بالإصحاح الخامس من إنجيل متة من قول المسيح عليه السلام لا تقوم الشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له خدك الآخر أيضا ومن رأى أن يخاصمك وأخذ ثوبك فاترك له الرداء عيضا ومن سخر كميلا واحدا فاذهب معه اثنين كلام ده كذب على المسيح وهم لا يطبقونه وإنما قبل أن تضربه أنت يقتلك مش يضربك فضلا أن أنت تضربه ولا خده لمين رح جاي أعطيك خده الشمال هذا كلام غير مقبول أن يطبق في حياة البشر طب ولم يدين رداءه هو ينزع الثبل للسطر بالعورة يدين رداءه كمان يمشي أريان وبعدين لا تقوم الشر وهذا كلام ربنا عز وجل الله قال فلولا كان ما قروني من قبلكم أولو بقية أنهون عن الفساد في الأرض يعني مشروع للأمة السابقة قال ويرى البعض الآخر أن الشريعة المسيحية عرفت عقوبة الإعدام استدلا على ذلك بما قاله عيسى عليه السلام ما جئت لأنقض النموس وإنما جئت لأتمم وقد تأيد هذا النظر بما ورد في القرآن الكريم مصدقا لما بين أديه من التوراة إن عيسى مصدق لما بين أديه من التوراة والتوراة فيها قوله تعالى لآية الكريمة وكتبنا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصص ولم تفرق الشريعة بين نفس ونفس فالقصص حق سواء كان المقتول كبيرا أم صغيرا رجلا أم امرأة في القتل العمد فلكل حق الحياة ولا يحل التعرض لحياته بما يفسدها بأي وجه من الوجوه وحتى في قتل الخطأ لم يعف الله تعالى عن القاتل لم يعف الله تعالى القاتل من المسئولية وأوجب فيه العتق والدياء فقال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرر رقبة مؤمنة ودياته مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق الآيات قال وهذه العقوبة المالية إنما أوجبها الإسلام في القتل الخطأ احتراما للنفس حتى لا تسرب إلى ذهن أحد هوانها يحتط الناس فيما يتصل بالنفوس والدماء ولتسد ذرائع الفساد حتى لا يقتل أحد أحدا ويزعم أن القتل كان خطأ ومن شدة إناية الإسلام بحماية الأنفس أنه حرم إسقاط الجنين بعد أن تدب الحياة فيه يعني بعد أن يتشكل ويتصور فإنه حي من البداية لكن الكلام على نفخ الروح والصحيح أن علامة ذلك التخلق فبعد الأسبوع السادس لا يجوز إجهاض الجنين لأنه بداية التخليق والتخليق يكتمل عند أقل من شهرين عند 56 يوما وقبل ذلك أظهر التخليق أصورة الإنسان فلذلك إجهاض الجنين جريمة بلا شك قال إلا إذا كان هناك سبب حقيقي يوجب إسقاطه كالخوف على أمه من الموت يبقى هو ده الضرورة هي دي مش زي ما بيحصل حاليا إن الجنين المشوه يقولهم ما سقاطه من دلوقتي يعني أنتم بتقبلون قتل الأطفال إذا ولدوا على هيئة فيها مرضية أو أنتم اللي بيجي لهم مرض بتروحوا تموتوهم في المستشفيات كريمة عظيمة مسألة الإجهاض لمجرد تشويه مرض في الجنين وهذا الأمر انتشر بين الأطباء والطبيبات وصار جهلا عظيما لا يلوز أن يقدم عليه أحد بعد تشكل الإنسان والمعركة في قضية الإجهاض في الغرب معركة يريدون نقلها إلينا وللأسف يحدث ذلك من كثير من الناس جهلا وإعراضا عن الحق ثم لما تكون الأم ستموت أو ستفقد عضو من أعضائها يعني لو كان فيه خطور على الرحب أن ينفجر ولا تلت بعد ذلك أو تستأصل المبايد أو نحو ذلك من الأسباب فهذا أيضا ملحق بالخطر على نفس الأم قال وأوجب في إسقاط إسقاطي بغير حق غر عبد أو أم بخيمة نصف عشر نصف عشر الأم خمسين وعشرها خمسة يعني الغرة قيمتها خمسة من القبل لا إذا حصل إجهاض الضرورة اللي فيه خطر على حياة الأم فعلا يبقى لا يحدث لا تجيب الديع ولا الكفارة طبعا الكفارة واجبة أيضا في قتل الجنين يعني لازم تصوم شهرين متتابعين حتى لو الورص مش عايزين الديع تصوم شهرين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين